هذا العلم أعزائي ينتج العلم الحضوري مو العلم الحصولي هذا النحو من العلم مو حصيلته المفاهيم والصور الذهنية حصيلته ماذا ها العلم الحضوري الحقائق للمفاهيم والصور ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الشهودي أو الحضوري ما هو الفرق لا أقل واحدة من الفروق أعزائي خلي ذهنكم واحدة من الفروق أن العلم الحصولي قد ينفك عنه أثره ولكن العلم الشهودي لا ينفك عنه أثر أضرب لك مثال أنت جنابك إذا علمت أن السيجار مضر علمته علمته قد تترك شرب السيجار وقد ماذا تستمر ولكن إذا أصبت بمرض عضال يقال لك إن لم تمتنع فأنت تموت تمتنع عن شرب السيجار أو لا تمتنع تمتنع لماذا لأن المرض صار حضورا عندك مو علم حصولي بالمرض علم شهودي ماذا بالمرض ولذا قالوا أن العلم الحصولي أثره قد ينفك ماذا عنه يعني قد تعلموا الشيء حرام ومع ذلك تفعل تقرأ في القرآن يأكلون أموالا ليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا مع ذلك تأكل ماليا تقول إن شاء الله أصالة البراء أو أصالة الإحلي أما الذي يعلم العلم الحضوري يعني يحترق في بطنه نارا هذا يمتنع أو لا يمتنع نعم يمتنع لأن أثره ملازم له ومن هنا نحن في كتاب العصمة أرجعنا علم النبي أو الأنبياء والأئمة أرجعناه إلى علم حضوري فلهذا لا ينفك عنه أثره فالعصمة مطلقة هذا بحث الآن ما رد أدخل فيه سيدنا